هذا السفر النافيس الذي يعالج علماً جليل القدر عظيم الشرف علم مصطلح الحديث تحت عنوان التبصرة والتذكرة للإمام الحافظ العراقي ذي الكتاب يسعنى الزلذان قرآن أخطر إفكير ثم السنين ذي ثالث سنة ذي الشرعيف بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا هو المجلس الثاني من مجالس شرح كتاب التبصرة والتذكرة للإمام الحافظ العراقي إجمثاً سنة ثمانمائة وستة للهجرة نناديث مثلاً معرفة أنواع الحديث أكيسمي اسم معرفة أنواع الحديث وقيل كتابة جون المجال جون بحريش ومقارن مصطلح الحديث ولكن اشتهر هذا الكتاب معرفة أنواع الحديث بمقدمة ابن الصلاح نسكمل كتابة جون بحريش ومقارن مصطلح الحديث بيوت ذي البيت نانجارو إذا نشرح ذي المجلس نيعدان البيت رقم ثلتاش الساقي ذي البيت رقم أربعة عطاش يندوا بالصحيح والضعيف قصدوا يعني المختصون في الصناعة الحديثية المختصون في مصطلح الحديث يمسنون لغوحريشاقين الحديث قسمنا إلى الحديث الصحيح إلى الحديث الحسان إلى الحديث الضعيف ألا الأحاديث نظن أذن وضعك وغرصا ولكن هناك سورة في سورة يندوا بالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر للقطع والمعتمد المراد عملاً بظاهر الإسناد عملاً بالظاهر قسموا معنى حتى العلماء الثقات يمكنوا أن يخطئوا يعني لا يمكن القطع بالصحة لا يمكن على وجه الإطلاق وإنزميراً أدنيني بنسبة مئة بالبيع وهذا هو الذي أراده أيغر ندل أن الثقة معرض للإصابة والخطأ يمكن يصيب ممكن يخطئ ولكن على ما يخذ منك الشروط المسلاد الخطي كانت أني أعداني في خمسان الشروط للحديث الصحيح اجتهدوا في تحرير شروط الصحة في حدود القدرة البشرية وإلا دون الثقة كناك المن الذي في جميع المجالات في جميع المجالات نحواجه إلى ضبط ذي مكل مجال أما ذي الصناعة ذي التكنولوجيا ذي العمران ذي الفلاح ذي مكلش في جميع المجالات مكل إمو سنون لقوحاري شنسن اجتهدوا سمحتيث ولد السن صحاب العمران للارشيتكتور مثلا أدفكرنا الشروط أمشاريلي وخامي قررز أمشارغرن دراسة الطربة بعدين جيني سيفي الهندسة المدنية الارشيتكتور ماذو الزال ذارقاق ذزوران إلى آخر السيمن يوجد الشروط يخزم اجتهد بشري اجتهد والاجتهد يتطور بشد في الشروط يرزم سوى سوى بشد يرزم لشغال النغ يقول يعني لفني يقول 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 ثفلاح في جميع المجالات في الصناعة الحديثية الحمد لله ما كان دناتك لتني عدان ربي سبحانه قيض في هذه الأمة أمة الإسلام من يخدم ميراث النبي صلى الله عليه وسلم تلك ينس قد شن في الله سي مسنوا من ركزها في الإسناد سلام شود الناثي كالتني عدان في عبد الله بن المبارك إمي سينا الإسناد من الدين وَلَوْ لَلْإِسْنَاد لَقَالَ مَنْ شَاء مَا شَاء علم الإسناد ذيون العلم سعى نزل ذم قرآن ستوحفظ السنة للنبي صلى الله عليه وسلم في ظاهر ندوى بالصحيح والضعيف قصاد في ظاهر للقطع والمعتمد إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا وقد فجمس المهمة المعتمد إمساكنا عن حكمنا على سند معنا نمسك المراد المعتمد أن نمسك عن إطلاق حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا أريز ميرو لذيون أديني أصح الأسانيد على وجه الإطلاق هو السند الفولاني من بعد يكمل قبل أن نكمل الأبيات أدنو أصح 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 شروط الحديث الصحيح أم بعد نروح الحديث الحسن الحديث الضعيف الحديث صحيح أصح أصح الحديث الذي اتصال سنده يعني اتصال السند بنقل بنقل العدل الضابط نهضرد في الضبط ننادى الضبط وقد يكون ضبط صدر وقد يكون ضبط كتاب ولكن عن مثله ما ديني عن نقله بنقل عدل عن مثله أمنسا عن العدل الضابط أي عن مثله إلى منتهى ما ديني عن فولان عن فولان ألمث الضغر النبي صلى الله عليه وسلم نعم دا يثم مثل في كل مهم في الخبارات في الخبارات النغ إن سمس لينو كني مركد يوض يون الخبار أريون السند الله بره وقی ذهب انتظ أكا ولكن ثم نط ولكن تاوست دينان ذهل فلان أسند الله ذوين اتوا سن سيد اوين نوست دين ذهل فلان اتوا سن سيد اتوا يرتاح ولي أسند الخبار اصح ذهن يميد ننا عن العدل الضابط الى منتها لما يوض غر النبي صلى الله عليه ولي سلم بلا شذوذ ولا عل وقینا هضر في اللاس في الحديث الصحيح اذن شرط خمس الشرط الاول الاتصال اي اتصال السند الشرط الثاني العدالة الشرط الضابط الشرط الضابط الشرط عدم الشذوذ الشرط خمسة عدم الاعلال ثورة انا اروح للحديث الحسن الحديث الحسن في الحقيقة يتفق مع الصحيح في جميع الشرط مع شرط واحد يعني الحديث الحسن هو الذي اتصل سنده اكن اذن الحديث الصحيح اذن الحديث الحسن له اقل درجة من الصحيح الحديث الفلان حديث حسن حديث حسن معنى اقل درجة من الصحيح هو الذي اتصل سنده بنقل عدل ذا كيف كيف يوفق الحديث الصحيح ذي قوس لاث خف ضبطه اذن هذا هو الفرق بين الحديث الصحيح والحديث الحسن ان الحديث الصحيح الناقل له تام الضبط ضبطه تام ينكمل ماذا الحديث الحسن ضبطه خفيف خف خف ضبطه غير شاذ ولا معلل يعني يوفق يوك الحديث الصحيح ذي شرطي نس اربعة ما عدا وس خمسة وس خمسة ذا شوث متعلق بالضبط اذن اختلف الحديث الحسن عن الحديث الصحيح في شرط واحد فقط يتعلق بالضبط الصحيح الراوي تام الضبط والحسن الراوي خفيف الضبط يعني خف ضبطه ومعظم المحدثين والأصوليين والفقهاء يقولون بجواز الاحتجاج به يحتج بالحديث الحسن عند معظم المحدثين والأصوليين والفقهاء ثلاثا سن الحديث الحسن ثلاغا نروح الحديث الضعيف الحديث الضعيف فاقد لشرط من شروط الصحة اما شرط العدالة اما شرط الضبط اما شرط اتصال السند اما شرط المناع من الشذوذ او العلل الوقي الحديث الضعيف يسعى طبعا بعد نأتي لبعض التعريف مهم جدا ذكره ابن الصالح في مقدمته مما ورد قال كل حديث لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحديث الحسن المذكورات فهو حديث ضعيف وبعدين افصل ولكن في كيغيد خلاصة مركزة يناد كل حديث لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح والحديث الحسن ولا صفات الحديث الحسن فهو حديث ضعيف ولكن نظرا في مسألة الضعف سمح سي باش نلاحظ دقة المحدثين في هذا في تتبع احوال الحفاظ والروات ذاقي نستشهد بكلامي لطيف للحافظ ابن رجب سمحت ثورة كذلك في العلماء يقض شم لغو حريش المصطلح الحديث بش اثنى السين اثنى السين لقاني السين يمسنون بو حريش اما كن لقاني السين داغ يمسنون لغو حريش وياض خطر ماش كان يوني قلان وقاذ يقض لغو حريش انتي سين شوية شوية من كل درس من كل مجلس سين ثورة سي نظرف ابن راجب ابن راجب يسعي لكتاب رائع جدا اسمس شرح علال الترمذي الامام الترمذي وقاذ ابن راجب شو دينا افذرد الروات ممن ضعفت رواياتهم ان بعد ولكن جعلهم ثلاثة انواع خطر الضعف يختلف حسب هذه الانواع التي سند ذكرها الان النوع الاول من ضعف حديثه في بعض الاوقات دون بعض اشو ديت الاوقات وثاكت جارف ماكوه مثل اللان لوقاث اندا تفضي منيك جهد لان لوقاث تفضي منيك ضعف خطر اشو دغل وقف ماكام الصبح ثم ثم ديث ماكي يمز لميض ماكي امين يتصن امين عوز زر كلماني مره صوري سعيد الجهد نغمي تعاوز زر مليح اثيكو دمسلي دمسلي اتشض واتغل لذلك هناك ضعف متصل بالاوقات هذا حال يعيشه الرواة لانهم بشر يصيبون ويخطئون ان هذا النوع الثاني من ضعف حديثه في بعض الاماكن دون بعض اشد سم كان اتشد كمكانا ديلا الهدوء نغ امكان ديلا الفوضى العارمة السيد الله مزر اتشد الهدوء اتشد النا تصور يونك ديا ويون الخبار اشتل قيون بمكان قيون بمكان امكان اتشد اتشد بوال اتشد 100% الناس there فاط اتشد نضير اتشد ان يحب الغ اتشد وانتفهم الآخر يبيك أكثر سوف يستطيع قبل أن تستطيع قبل إيمان فالنظم يفهم هناك خطر السرع لذلك علمان لماذا المبلغ أما الأنبياء يختار ربا سبحانه؟ اختار ثم الصفة سنكو سعال ربي مدين يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وذي الله ينظن وما على الرسول إلا البلاغ بلغوا ونشهد بأن النبيين والمرسلين بلغوا ما أوحي إليهم ولكن بعد الأنبياء المرسلين ذاكي كليون أمي تختلف الدرجات في كل زمن وفي كل جل وفي كل مكان ولكن إذا تعلق الأمر بنقل السنة يكون الحذر أكثر أي غر أكيد سمي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول نا من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ونرد السيدفن فين فيه صلى الله عليه وسلم يعمذ يريم ذانا الزيل كذف قريح ما يفغف الله وهو الشوثي الدني ضارع سعد الحق يغضي الحال أصبح يغضي الحال يغضي الحال سعد الحق ولكن ما هذا هو هذا هو إما يظهر لأنه يجب أن يكون في صلى الله عليه وسلم قطر أولا في صلى الله عليه وسلم ذات شريع ذكس الهدايا ذكس أولاها الحديثة من الإسلام حديث متواتر بلغ أقصى درجة الصحة أروان تيد 62 من الصحابة إذا سيسلان في صلى الله عليه وسلم يناد الحديثة السيسن عشر من المبشرين بالجنة العشر المبشرين بالجنة وذلك يروان بالحديثة من الإسلام وثلاء الرواية النظم للحديث من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار وليش ركس متعميدا وليش ركس متعميدا هذا الطفل حذر من قرآن بشوري غلظار وليش ركس متعميدا وليش ركس متعميدا أو يتعلق الأمر بالمكان أو بالشيوخ الذين نقل عنهم الذين سمع منهم ثورة أدن نروح أرثم سالت العمل بالحديث الضعيف الآن المصنف إذكرت الحديث الضعيف وبالصحيح والضعيف قصد الآن الحديث الضعيف نهضرت في حكم العمل بالحديث الحسن طبعا الحديث الصحيح بيقين يحتج به ويعمل به في الحلال والحرام وفي أمر الإيمان وفي كل شيء تصريب مصدر للتشريع ولكن الإشكال الذي نقشه العلماء في حكم العمل بالحديث الضعيف ميجوز في ندم الذي استشهد وذي طبق الحديث الضعيف كمسألة مهمة ما كنكن دون نغ دروسك مصطلح الحديث الصناع الحديثية حواجن تركز مقرآن يوث يوث إن شاء الله هذه نكمل لذنين الآن ثلاثة مذاهب ثلاثة ريوية إلا المذهب بمزوار وشو دهنا يعمل بالحديث الضعيف مطلقا أي غر لكن شرط بشرط لا يوجد غيره ما يلغ ذي ثمسألة النية السقر ذي شوض إلا ذي الحديث الصحيح والحديث الحسن وتوالي الحديث الضعيف سعيد سعيد الحديث الصحيح يريف سني سعيد الحديث الحسن وتصروا حراغ الحديث الضعيف ولكن مولش مولش الصحيح بمغل اجتهد القياس يخيث شفامشو سين معاد بن جبل النبي صلى الله عليه وسلم مثل شقع اليمن بما تقضي بين الناس بما إنه بكتاب الله في القرآن الكريم إنه فإن لم تجد إنه فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه فإن لم تجد وسنة سسمع نغاس 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 أرجوث كان لما دنزل الله نغاس الحديث يورد عن نبي صلى الله عليه وسلم إنه أجتهد رأيي ولا آلو هذا اجتهد يرنمر يجتهد ما يبسد سواسوع إذا أصاب فاله أجران وإذا أخطأ ينال أجر الاجتهاد عنده أجر واحد مبدل الخذمان نغييك مثولا غيوني خذمت الزمرثيس ذي مكل شي بل ببذرد الأمثلة ذي مكل شي يخذمينهم يجسن يجتهد ما يبوثي دسوا سوا يصوف أصفر حضيث أعطيك الصحابة بارك الله وفيك بسم الله ما شاء الله إما يغلظ أصفر ببذرد الأجر الاجتهاد الله قال أهي غردني غولا لقد سنشفوه مليح ولكن الشرطة ألا يوجد غيره وذاغ ولا معارضة له إما يغلظ لأن الحديث النظم ثمثلت يوسان ذي الحديث الضعيف ثساد بالإيجاب ساد أحاديث أخرى تقول بالسلب تعارض هذا الحديث الضعيف أو العكس لذلك ممن قال بجواز العمل بالحديث الضعيف الإمام أحمد الإمام أحمد صاحب المسند ويناد الحديث الضعيف أحب إلي من رأي الرجال من القياس وما زالت سلم أنه غل غلعوان صر بجواز قد شن غف سن أحب إلي من رأي الرجال خطر رأي الرجال معنا الإنسان يسرح الإجتهاد ينس الدفك الرئيس دفك ثامغليس يعني أحب إلي من القياس خطر القياس إلحاقوا أمر بأمر آخر في الحكم الثابت له لاشتراكهما في العلة في علة الحكم يعني أسخذ منه ولكن سلخ فربيس الإيمان أسخذ منه كل أدوات سعني ريف سن سن بش يعملون الإجتهاد والقياس ومن بعد أغذي الإجتهاد إلا تحقيق إلا تحقيق المناط إلا تنقيح المناط لنت مسائل سوزل رأي الثاني ذا شو دينا إنت يجوز يعمل به في فضائل الأعمال لا في الحلال والحرام يعني الرأي يوايض شو دينا أنطبق الأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال في الأخلاق منوفان الحاديث إذي تسمسين في تزدي في تزدي مثلا ها تزدي يا الله غاس ضعيف سنطبق أغيس سوى اللي تزدي منوفى الحاديث أغيس مسلي فوالزيضن كلمة طيبة أولما ضعيف أنخذ ميس أي غر إي لها أغيس مسلي فوالزيضن منوفى الحاديث الضعيف أغيس مسلي في القدر في القدر يعني احترام الكبار وتوقير الكبار يعني ذو القدر يلها ذين الهان منوفى الحاديث أغيس مسلي في الخذمة قرز الخذمة الكويت القبيث القارير شغل تقال ذي بافيس أول حسن أنتم الدني لها يرني لها مليح ولا دين أول قيث أول زرا وث دين نان صندقاتي ضرب سلاحي كما ينت ماذا والي لها المليح يعني طبق قيث أنت فغير يير الشغل يتقل ذي بافيس طبق كان أما ذي الفلاح أما ذي الفني أما ذي الخزم ذي مكل شي ذي مكل شي لذي مع بشا أنا أنفهم لقى المخنغ يستقبل هذه المعاني بهذه الصورة بهذا الوجه وقال هنا أولا الإمام النووي هو ممن قال نعم يجوز العمل بالحديث الضعيف ويحتج به في فضائل الأعمال ولكن ليس في استنباط أحكام الحلو الحرام لا مش في مجال الشريع المعاملات إلا الرأي الثالث أشو دينا إن لا يجوز العمال بالحديث الضعيف مطلقا لا في الحلال والحرام ولا في فضائل الأعمال ولا في حسن الأخلاق وممن قال بهذا الرأي القاضي أبو بكر بن العربي شي قال الحديث ضعيف ذي سمسي ذا وليس ضعيف كسيتك طبي قال روح الأحاديث الصحيحة الأحاديث الحسن الموت وفي ظهر صد ما لغي في إطار قواعد الاستنباط والاشتحات ولكن نرجو يلذى الحافظ ابن حجر العسقلاني الحافظ ابن حجر العسقلاني سعى ذا القدر دم قرآن يقول صناع الحديثية هو ممن خدم السنة صاحب فتح الباري صاحب كتاب من الكتب العظيم في أحاديث الأحكام اللي هو بلوغ المرام من أحاديث الأحكام وقيا يجمع 1596 أحاديثا يجمع 1576 و96 أحاديثا يغلب كتاب الإلما في أحاديث الأحكام إبن دقيق العيد إبن دقيق العيد يجمع أحاديث الأحكام 1476 70 حافظ إبن حج العسقلاني يجمع أكثر ولكن ورزميرا دينيا يجمع كان أحادي الأحكام ذايق لان ورح روية ورح روية مثلا إبن دقيق العيد يسعى كتابين في الموضوع أصوح الإمام الشوكاني أيضا يسعى أيضا كتاب ذي الأحكام فبالتالي نيل الأوطار الإمام الشوكاني الحافظ إبن حج العسقلاني إن نهم يجوز العمل بالحديث الضعيف ولكن بشرط الشرط الأول أن يألا يكون شديد الضعف اختر ماذا شديد الضعف لا في الاتصال الاتصال السند ضعيف جدا تفضلنا لأن الرواة معروفون بالكذب أعدن دو غارفال جرح والتعديل لدينا غالغ العلم دقيق دو غارفال أما كنت قال أرقاق وكذلك أرقاق وتسلم العجب دنا يعني أمهي أن يسخدم غارفال أرقاق في ضبط هذا الموضوع هذا الأمر يعرف بالكذب وكذلك في الضبط لا لديه الضبط أول ديني ثورة لك أنا كان بعد 30 دقائق سن عوض ويض سن سن أول صاف مد ان دين أو ويض لا لا نعمل به الشرط ويسين إن يكون الحديث الضعيف مندرجا تحت أصل عام هذا الشرط مهم جدا أن يكون الحديث الضعيف مندرجا تحت أصل عام مثلا من الأصول العام العبادة مندرجا 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 الحديث لديه مثال من قيام ليلة العيد بحدي ضعيف ولكن هنا جزء العمل بها لماذا تشغل نفسك بالقيام بقيام الليل وكذا يناس نقدم الحديث الضعيف ينسي بالحجر العسق لن يناد أن يندرج الحديث الضعيف تحت أصل عام وهذا يدخل تحت أصل عام هو مندرج في العبادة عموما ومندرج أيضا في فضل قيام الليل وقد وردت أحاديث صحيحة تؤكد على أن صلاة القيام قيام الليل صلاة بالليل في الليل هي أحسن صلاة أفضل صلاة بعد المكتوبات إذن عندك لن تحتاج سنصف إن شاء الله سيد ينخذ حديث الضعيف لذلك رفع عن الحرج يرفع عن الحرج يرفع عن الحرج يرفع عن الحرج عن الأمة العلماء العلماء الأتقياء للأسف لا يطمئن الذي يرهم قراب إلى عهد النبوة أولا أنا أذهب من خدم المسابقات بارك بالعقل هذا ما كان ذا ورحم الله كل خدام السنة أما ذي وجذ يموثن أما ذي وجذ أردسنا كغرزداث إلى أن يارث الله الأرض ومن عليها فقط حسن الأدب مطلوب حسن الأدب مطلوب حسن الأدب وليل أقرب سهل كان ديني هم رجال ونحن رجال استول لا ثورة أنغال غلمتن غلنظم إناد ثورة أنفهم من لي هذا شو ديننا الحافظ العراقي وبالصحيح والضعيف قصد في ظاهر للقطع حتى عند القول بالصحة والمعتمد إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصل أصح مطلقا وقد معناه أصح الأسانيد هو هذا السند فقط لا خطر مثلا فقط ضيقت واسعا ستسمعون أمثلة الآن أصح السند هذا السند فقط أي غر أخويا العزيز أي غر تبعوني مدينة وقد بشكل يخدم البيت السند القافية لها وقد خاض صفي هناك من خاض ذا كثير ووال معنى قول أحد العلماء بأن هذا أصح الأسانيد بهذه الصغة ممكن يفهم الأسانيد الأخرى ما هي صحيح لا لا تضيق واسعا لا يمكن بأنه أصح مطلقا خطر مدين مطلقا معناه بلا استثناء ولاش الاستثناء وقد خاض به قوم فقيل مباشرة أولا إفتاق رسالة ند خاض خاض معناه لأنه قذ إديم سلايم ذو قحري شاقي أن ند أصح الأسانيد كذا كان يقول أصح الأسانيد أربعين أربعين وكان يقول أصح الأسانيد خمسة كان نصح خاطئ ذا الحافظ العراقي بذكائه إنه قد خاض به بهذا الأمر يعني بالقول بالإطلاق بأصح الأسانيد قوم قوم لم يسميهم ودينا رأى أم بعدين فقيلة على شك الفقيلة هذه قيلة صيغة تمريض صيغة تضعيف أن يقول ناند بالدرجة يقول وعلى بالك اللهم ومقارني كذران دي ثم تين ناند لدقارا قوما ملك جاكبيرة إمام دار الهجرة عالم المدينة صاحب الموط الموط إزوار البخاري في الوجود في الظهور إزوار أين عام غرش دي النغة اسم ابن خلدون في المقدمة ينس إلد وسيد الطريقة الحجازية بعد السلف عالم المدينة هو لقائب بن خلدون تقروا سيد الطريقة الحجازية بعد السلف عالم المدينة الإمام مالك رضي الله عنه غلق القوس يريد يرجع الصفحة 412 من كتاب المقدمة في الطبعة التي استشهدوا بها الآن في طبعة أخرى تختلف الطبعة إلى وند 440 إلى وند الصفحة ركزوا معايا أنكمل لأنه غلغ المتم النظم خاض به قوم فقيل مالك عن نافع بما رواه الناسك هذا في البيت قرق مستاش أنوذ الناسك طيب الإمام مالك ثاني سنيث صاحب الموت نافع الإمام نافع وقيد الشيخ الإمام مالك أشيق روغد في الشيخ مباشرة إذا الشيخ فشد يروى بما رواه الناسك شاطر أولا بشدي السفق القافية سواسوا مالك الناسك بشدي فالنظم يقرز سلق في السنة في الصفاء يقسع ابن عمر وقيا عبد الله ابن عمر هذا هو المقصود لأنه عرف بين الصحابة بزهده وكثرة عبادته وكثرة تتبعه للأثر يعني توسن في نفس الله عليه السلام التبعي في المليح عليه الصلاة والسلام من الحديث مثلا صلاة النفيلة بعد يوم الجمعة هذا حديث ابن عمر يقول أي طور رسول الله صلى الله يقول لا يمكن أنه الظل يقول أن المي ولي كل الغش يفغان معظمهم على الأقل بعد الظل لا لا يزل يسمي النفيلة ويزل الجمعة يقول الغش يشعر جمعة الله يفير أن تقيم دقس تقار الظل ولكن فقه ويقول ثابت عن النبي صلى الله ولي ويقول أحد يقول ابن عمر عبد الله بن عمر يعني عبد الله بن عمر بن عمر بن عص ولكن يسمي الناس تتبع إلى المثال نظر مثلا ابن عمر هذا هذا قفري هذا الحو هذا يفتز هذا يفتز يفتز هذا يفتز الصحفة اسم الرسول ذا يفتز لا يفتز في فوس نفس المال يفتز 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 أنه الذي يعدى سلجاك تظلمت هذا يعدي السين هو لم يعدى ستيوفوس هذا عادي ولكن هكذا بالأقل الآن فهمنا خاض به قوم فقيل مالك عن نافع بما رواه الناس معنى ذاكي أصح الأسانيد عن مالك روا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر إذن هناك من قال أصح الأسانيد هو هذا يعني ذكرهم الحافظ العراقي بشغي سلمذ بشغ ديني يفكر تموسني إيه وقي صحيح سند صحيح ولكن لا نختزل الصحة في هذا السند فقط دايا ما زال أنثلنا مولاه واخطر حيث عنه يسند الشافعي قلت وعنه أحمد يعني ذاكي لو قد دينا ما دي نضمه لها معنى السيد أصح الأسانيد لو قد هناك ما رواه أحمد عن الشافعي عن مالك كان لي قال هذا كلام صفي ما دي نضمه لها معنى السلسلة عن عبد الله بن عمر ما رواه أحمد عن الشافعي عن مالك عن مالك يعني يقولك سلسلة اجتمع فيها الأئمة الأعلام يقولك سلسلة مالك الخير أربح مالك دكلا ما رواه الشافعي عن أحمد ما رواه أحمد عن الشافعي عن مالك خطر الإمام أحمد إغراف الشافعي يتساكس دعوة الآخر نحكيها ونزيد بعد اسمي سينا ميسم شكا شوث الشافعي يجي أشيري هي أشي الله إن يسوكي كان كالشمس للدنيا وكالعافية للناس وإذا دخل الشافعي يناد في الإمام مالك إذا ذكر العلماء فمالك النجم إن يسمى مدفذرن مدن العلماء أنواه ذي ثريام قران للإمام مالك إلا ذا وجزم بن حنبل جزم بن حنبل بالزهري ذاق ذاق الإمام أحمد ابن حنبل ذاق يسعى ذاق الأساند عن سالم أي عن أبيه البري يعني ذاق ذاب أحمد بن حنبل إلى أن أصح الأساند أنوا ما رواه أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن أبيه يعني عنه عمر بالخطاب في وضع مدعو عمر الخطاب وبعدين عمر الخطاب مباشرة نسخة وقيل مرة أخرى يسخدم صغة الطمرياض مرة أخرى مرة أخرى مرة أخرى نسخة مرة أخرى مرة أخرى مرة أخرى مرة أخرى مرة أخرى سوسع وقيل زين العاب دين عن أبيه ولكن اللغة العربية تسمح بهذه اللغة بهذه اللفظة فضلا عن جواز ذلك للضرورة الشعرية كما يقول أهل الأدب عن جده وابن شهاب عنه به يعني هذا ما يريدوني الصح الأسانيد ما رواه ابن شهاب عن زين العاب دين أنوي زين العاب دين هو علي بن الحسين عن أبيه يعني الحسين عن جده لهو علي بن أبي طالب إذن كل ذكر هذه النماذج أو فابن سيرين هو يغضغ أين النظر فابن سيرين عن السلمان عنه أو الأعمش عن ذي الشان وبعدين البيت وايد النخاعي عن ابن قيس علقما عن ابن مسعود ولم من عمامه في الأخير يختم أخصيد دي قال لوم ورن لوم ورنزم من يعاتب يعاتب من عمامه يعني الذي اختزل أصح الأسانيد في بعضيها فقط هذا الذي يلام أما بالنسبة لي إن كان قيلة 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 أي من يلام من يعاتب من يحكم في أصح الأسانيد في ترجم الذي يترجمه في صحابين واحد أو في طريق واحد هذا يعتبر تضييقا لما كان واسح أم بعد يبض الحافظ العراقي إلى عنوان آخر سنسمي أصح كتب السنة أصح كتب الحديث فقيلة مثلت قردشن سيموس نونا تاس انت الهان سمحت يوارك سخطيرا وقيل الهان ذي العين صراقي نغذ الفيرا نغذ ثالا ياقي بعد ذي ذي ثالا لكن إذا العين صار نغذ 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 المهم تساكن دمان الهان الهان ذات ثورة ما رأي نغذ نغذ صواف إلى عقل ذي المعقول ما جيد الانتصار لرأي بتعصب أد نطقي ولكن كأخويا البخاري البقية لا كأخويا أصدر وضع خاطئ هذا الموط الموط إذا زوال ودي سنر الدنيا هيا الإمام ملكا عاشي عائل في المدينة يعيش في المدينة إغراء في المدينة الشيخ يسع إمو في المدينة ينطل في البقية في المدينة عالم المدينة والبخاري يضم عاشا الإمام ترميذي بود طبعا زور كأخويا المدينة ولكن لا يوجد كذلك سيدي خاطئ يكون ثالوي ثالوي المدينة قفال ماذا سيدي الشيخ في المدينة يا ربي أين في تاريخ الشيوخ في المدينة يا ربي كان يزرع قيم الاحترام والتقدير إذا ينمي الشيخ يسمى سيدي 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 موسى سيدي علي موسى فيما عمرت سيدي فيما عمرت سيدي سيدي عمر والحاج فيما عمرت سيدي سيدي منصور سيدي خطر سيدي عثب نعثب نحن قرن قفال يلخذ مكان قرن ون فغانس سيدي وسين نمد سيدي إلا قد يشير سيدي وقيد قوين يعني ولكن أول قيد سعى سيدي 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 يفضع في كنسة يفرث إنقل لدى شدنا العلماء أول من صنف في الصحيح إذن ما يتعلق بالصحيح إذا ما دني هنا إخي الموطأ يسعى الحديث المرصى ليس ما أدنوا الغرص أدنوا الغرص أدنوا شد إبن عبد البر صاحب التمهيد والاستذكار لا يتعلق لذلك لماذا ما زال أول من صنف في الصحيح صحيح البخاري إنه محمد وخص بالترجيح إنه محمد المقصود أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري يعني أول من صنف جمع الأحاديث الصحيحة ولكن ما لا يتعلق المعنى أنه جمع خاطئ يجتهد الإمام البخاري أذف الله سياف وربي يجمع الأحاديث من في الصلاة والسلام ينسيل لذلك سنم مياه وردع وتسين للهجرة نحن لا نحن عام 1900 أغلب 800 194 لهجرة أخرى لأخذ مكان صحيحة إلى آخر يمث 256 للهجرة وقت بخاري إنه محمد المقصود محمد بن إسماعيل البخاري أبو عبد الله محمد بلو إسماعيل البخاري يد وخص بالترجيح يعني كثير من العلماء دينان الصح هو كتاب هو كتاب البخاري ومسلم بعد هذا صحيح مسلم هذا صحيح لا يوجد في السنة هذا صحيح بعد البخاري ومسلم بعد وبعض الغرب مع بعض الغرب إشارة إلى أهل المغرب إشارة إلى علماء بلاد المغرب المغرب الإسلامي إذن مع أبي علي فضل ذا لو نفع أحقار لا صحيح مسلم يزوار صحيح البخاري ذا صحة ولكن ذا يسأل من غرب فرانس بعد فران يسأل خصائص كتاب البخاري صحيح البخاري خطر البخاري يسأل كتاب النظام يسأل كتاب الأدب المفرد الأحاديث في صفغ الإمام البخاري في كتاب الأدب المفرد ويسأل صحيح هذا معنى خصائص كتاب صحيح البخاري يفوق صحيح مسلم في كذا وكذا ولكن ذا كتاب صحيح مسلم إلا سيفوق كتاب صحيح البخاري في أمور أخرى وهذا هو العدل ذو عدل معنى معنى على حساب الخصائص على حساب ثمغلي وإذا من نسي ثمقرض تكتب ثاقي أما صحيح البخاري من صحيح مسلم ذا ذا في المجلس هنا ينتهي المجلس اليوم نلقاكم في مجلس آخر إن شاء الله وقدر أرثي من اللي نجاون ثلويث والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا